يحدث أن يضرب المعتقلين عن الطعام فترفع الآياد لأصحاب الضمائر بأن أطلق المعتقلين لكن لا شيء يمكنه أن يوقظ ضمير الميليشيا وقفات متكررة قامت بها أمهات المختطفين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن الذين يتعرضون للتعذيب منذ أكثر من عام في سجون الميليشيا إلى ذلك كانت الميليشيا حاضرة في حادث الاعتداء التي نالت من أمهات وأسر الصحفيين المختطفين خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر النائب العام الخميس الماضي في محاولة لمنع أسر المختطفين من التجمع مرة أخرى مناشدات عدة كانت قد اطلقتها أمهات وأسر المختطفين إلى جانب منظمات محلية ودولية للإفراج عن المختطفين في ظل إسرار الميليشيا على عدم الاستجابة ترجمة نانسي قنقر